السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في درس جديد ومهم على قناتكم استفهم عام اليوم إن شاء الله سأقوم بشرح طريقتي الخاصة في اختيار الكلمات المفتاحية لتصدر صفحة البحث وتحقيق مبيعات أكثر وأكثر فمن بين أكثر الأسئلة شيوعا والتي أتوصل بها شخصيا هي كيف أقوم باستخراج الكلمات المفتاحية المربحة لأن هذه الخطوة هي الأصعب وهي الأهم من وجهة نظري لأن استعمالك لكلمات مفتاحية مربحة ومركزة هو سر تحقيق مبيعات في هذا المجال لذلك قررت اليوم أن أشارك معكم أفضل أداة لاستخراج الكلمات المفتاحية المربحة على الإطلاق وهي أداة Helium 10 الغنية عن كل تعريف والتي يمكنك الاشتغال بها في عدة مجالات Amazon Kindle, Merch by Amazon و Amazon FBA والجميل هو أن هذه الأداة توفر لنا اشتراك مجاني بالتسجيل في الموقع عن طريق الإيميل فقط لكن بمميزات محدودة أو اشتراك بمقابل والاستفادة من مميزات غير محدودة وعروض تفضيلية ستغنيك عن أي أداة أخرى تعرفها وهذا بشهادة الجميع ولمن يريد الاستفادة والتسجيل فرابط الموقع ستجدونه في وصف الفيديو وكذلك ستجدون كوبون تخفيضي 50% على الشهر الأول أو كوبون تخفيضي آخر 10% دائم على كل اشتراك شهري ولكم حق اختيار الأنسب لكم إذن حتى لا أطيل عليكم سنلتقل لشرح المنصة لكن قبل هذا فإن كان محتوى القناة يستحق دعمكم فلا تبخلوا علينا بالاشتراك ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء المهتمين بالمجال لأن هذا الدعم الذي تقدموه أنا هو الذي يجعلنا نبحث أكثر وأكثر ولا نبخل عليكم في أي معلومة وأي تسأل واجهتوه أو مشكل ما عليكم سوى وضعه في وصف هذا الفيديو وإن شاء الله سأقوم بالإجابة عليه شخصيا في أقرب وقت إذن على بركة الله إذن إخواني عند الدخول إلى رابط الموقع الذي ستجدون في وصف هذا الفيديو سوف أتظهر لكم المنصة على الشكل الآتي ثم نقوم هنا بوضع الإيميل الخاص بنا ثم نقوم بإنشاء حساب جديد ثم نقوم هنا بإدخال الإسم الخاص بنا هنا نقوم بوضع الباسورد ثم نضغط على هذه الأيقونة بعد إنشاء حساب ثم اتبع هذه الخطوات التي سأقوم بها إذن إخواني المهم هنا هو أن نذهب إلى هذه الأيقونة ثم نقوم بالدخول إليها وسنجد هنا مجموعة من الباقات الشهرية فكما تشاهدون هذه هي الباقة المجانية فبالنسبة للمبتدئين يمكنكم الاستفادة منها لكن المشكلة هو أنه تعطينا فقط محاولتين في اليوم وبنسبة لشخص محترف في المجال فيدرك جيدا أن هذه المحاولتين لن تفيد في شيء لذلك أفضل الإختيار الشهري الأول أمامكم ولأنكم أوفياء لقناتنا سأمنحكم كوبون تخفيضي على هذه الاشتراكات فيمكنكم أن تدخلوا كوبون خاص بتخفيض 10% على كل شهر تقومون بالاشتراك فيه بإدخال استفهام 10% ثم لاحظوا معي هذه الأتمينة كيف ستتغير إذن لاحظوا معي إخواني لقد قمنا بتخفيض هذه الاشتراكات أما إن كنتم تريدون تخفيض 50% على الشهر الأول فتقومون بتعويض هذه العشرة بـ 50% ثم بعدها سوف نتحصل على تخفيض 50% على جميع هذه الاشتراكات ثم عند الانتهاء نقوم باختيار الـ Plan أو الاشتراك الذي نريد أن نشترك فيه ثم نضغط على هذه الخانة ثم بعدها نقوم بضبط إعدادات البطاقة التي نريد الدفع بها ثم في ومبروك عليكم إخواني الاشتراك إذن بعد التسجيل تأتي الخطوة الثانية الأهم إخواني هو تثبيت هذه الإكستنسيون الامتداد الرائع الذي يقدمه لنا هذا الموقع فرابط هذا الإكستنسيون سوف تجدونه كذلك في وصف الفيديو فعند تثبيته يظهر على هذا الشكل نقوم بالضغط على هذه الأيقونة الخاصة به سوف تظهر لنا على هذا الشكل لكن أنتم سوف تقومون بإدخال الإيميل الذي قمتم بالتسجيل فيه ثم بعدها سوف تظهر لكم على هذا الشكل فأنا قمت بالتسجيل سابقا ثم أذهب إلى My Dashboard ثم لاحظوا معي مجموعة من الأدوات التي سوف تبهركم صراحة لأن هذه المنصة فعلا رائعة ورائعة جدا وتستحق أي دولار قمنا باستثماره فيه لجلب أرباح أكبر وأكبر لكن حتى لا أطيل الفيديو سوف أقوم بشرح أهم أداة التي تهمون هنا هذه الأداة Cerebro وبعدها في فيديوهات أخرى إن شاء الله سنقوم بشرح باقي الأدوات إذن هذه هي الأداة عند الدخول إليها نقوم بالرجوع إلى أمازون فمثلا قمت باختيار هذا النيتش 3D Color Puzzle Set وهذا النيتش يبدو ممتاز وأريد أن أبحث عن الكلمات المفتاحية الخاصة بهذا النيتش أقوم بالنزول ثم أختار الكتب التي تحقق مبيعات والتي نشرت في نفس السنة ثم عند الحصول عليها مثلا هذا الكتاب فهو جيد جدا يحقق مبيعات وكذلك رفع في آخر السنة إذن أقوم باستخراج الأسن الخاص بالكتاب الرقم التعريفي الخاص به ثم أقوم بنسخه وأذهب إلى الأداة وأقوم بلسقه هنا ثم بحث هنا أريد أن أستخرج الكلمات المفتاحية التي وضعها صاحب الكتاب حتى حققت له تلك المبيعات وجعلته في المرتب الأولى في البحث ثم أنتظر قليلا فهذه العملية سوف تقومون بتكرارها واختيار 3 إلى 4 كتب ثم تقومون باستخراج الكلمات المفتاحية الخاصة بها إذن الكتاب هو هذا ولاحظوا معي إخواني عدد الكلمات التي قمنا باستخراجها كما قلت سابقا أداة رهيبة ورهيبة جدا 8983 كيوورد وهذا رقم ضخم جدا إخواني إذن إخواني هنا مجموعة من المعلومات الخاصة بكل كيوورد على أحدا فهنا ما يهمنا هو الإيكيو سيريبرو وهو الذي يعطينا نسبة مدى نجاح هذه الكلمة فكلما كان مرتفع إلا وكانت هذه الكلمة جيدة وجيدة جدا فمثلا سوف نختار هذه الكلمة تكسين فور كيدز أندر 9 لاحظوا معي إخواني هنا الإيكيو سيريبرو فهنا مرتفع لأن نسبة البحث على هذه الكلمة شهريا فهو مرتفع وكذلك نسبة المنافسة على هذه الكلمات فهي منخفضة إذن هذه كلمة جيدة جدا ولاحظوا معي إخواني هذه كلمة ضعيفة لأن نسبة البحث عليها قليل ولكن نسبة المنافسة عليها كبير وكبير جدا إذن استنتاج هو أن كلما كان الإيكيو سيريبرو صغير إلا وكانت الكلمة ضعيفة جدا إذن كيف سنقوم بتحليل هذه الكلمات المفتاحية بكل سهلة وأخذ الأحسن وترك الأسوأ فهنا كما تلاحظون إخواني لدينا خمسون صفحة وكل صفحة بها خمسون كيورد فبالنسبة للخطة المجانية فيمكنكم الاستفادة من تحميل فقط هذه الصفحة الأولى والصفحة الثانية بمعنى 100 كيورد فقط وعند تحليلها فيمكنكم الخروج بـ 10 إلى 15 كلمة مفتاحية جيدة ولكن إن كنتم تستعملون الخطة المفتوعة والتي رشحتها لكم سابقا فيمكنكم الاستفادة من جميع هذه الكيورد الخاصة بهذا الكتاب فقط ثم كذلك بكتب أخرى حتى تكون مجموعة من الكيورد المنافسة والقوية والتي يمكن لكتابكم أن يتصدر بها البحث إذن الطريقة التي أستعملها أنا إخواني فهي سهلة جدا إذن أقوم بالذهاب إلى الأعلى هنا ثم أقوم بحفظ هذه الكلمات على شكل إكسل إذن هنا قمنا بتحميل هذه الكلمات الخمسون الأولى إذن هذه هي خمسون كلمة مفتاحية الأولى نقوم بالعودة إلى الموقع أو الصفحات الأولى حتى نقوم بجمع العديد من الكلمات المفتاحية وذلك بتحميل جميع هذه الكلمات الموجودة في هذه الصفحات ثم الانتقال إلى كتاب آخر فعليكم اختيار كتابين إلى ثلاث كتب حتى تتمكنوا من جمع العديد من الكلمات المفتاحية وحتى بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بحملة إعلانية فهذه الطريقة ستنفعهم كثيرا لأننا سنستخلص منها العديد من الكلمات المربحة إذن سنتقل إلى كتاب آخر فهو أمامكم ثم نقوم بنزول أسفل لأخذ الأصيان الخاص به هذا هو نقوم بنسخه ثم بعدها نذهب إلى الأدات ثم نقوم بلسقه هنا ثم نختار استخراج الكلمات المفتاحية نقوم بالعودة كذلك إلى تحميل هذا الملف على طريق إكسل إذن جميع الكلمات التي قمنا بتحميلها عن طريق الإكسل سوف نقوم برفعها في إكسل واحد والآن سأعطيكم الطريقة وأنتم يجب عليكم استخدامها في جميع الملفات التي سوف تقومون بتحميلها الآن سأذهب إلى الملف الثاني ثم أقوم بسيليكسوني يعني تنشيط جميع الكلمات التي قمت بالحصول عليها وكذلك القيم المرفقة معها ثم نعود إلى الإكسل الأول أو المرجع ثم نذهب إلى آخر خانة ثم نقوم بلسق هذه الكلمات بعدها نتحصل على مئة كلمة نذهب إلى هذه الخانة ثم هنا وأختار ترتيبها من A إلى Z يعني بالترتيب حسب الحروف هنا نقوم بإزالة كل الكلمات المكررة محاولة التركيز هنا فبالنسبة لكلمات التي تكون بالجمع والفرد فيجب أن تتركها لأنها كل كلمة على أحد أما بالنسبة لمثل هذه الكلمات يمكنكم إزالتها فعند إيجادكم أي كلمة مكررة قموا بحذفها ثم هنا عند الانتهاء نقوم بالذهاب إلى IQ Cerebro ثم نقوم بترتيبها كذلك من الأكبر إلى الأصغر وهنا سنتحصل على هذا الملف نقوم بإزالة الكلمات التي ليست عليها أي إحصائيات ثم نقوم كذلك بإزالة الكلمات الضعيفة حتى متحصل على ملف مركز ثم نقوم بإزالتها وهذه الطريقة سهلة جدا يجب عليكم أن تطبقوها على جميع الكلمات التي قمتم بتحميلها فكلما كانت الكلمات كثيرة إلا وتحصلتم على كلمات أقوى ولمن كان مبتدئ في المجال ولا يعرف أين يضع هذه الكلمات المفتاحية فقمت سابقا بشرح درس تفصيلي على طريقة وضع هذه الكلمات المفتاحية سأضعه لكم كذلك في وصف هذا الفيديو إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الدرس يعني رغم العناء والعياء الذي يواجهنا إلا أننا نحاول دائما أن نعطي الكثير لأننا فعلا نعلم أنكم بحاجة إلى من يضعكم على السكة الصحيحة إذن إن أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالإعجاب وأي تساؤل أو استثار يمكنكم وضعه في تعاليق الخاصة بهذا الفيديو سأجيبكم عليه وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة